وينضم إلينا من بيروت علي لسبيتي كاتب وباحث سياسي أهلا بك أستاذ علي معنا إذن هذه التطورات وهذه الهجمات الأخيرة على الضاحية الجنوبية رافقها أو سبقها هجمات من حزب الله على مناطق وصلت إلى كريوت وإلى حيفا برأيك إلى أي مدى يمكن أن تصمد قوات حزب الله أو عناصر حزب الله في وجه الآلة الإسرائيلية حياك الله وحيا الله المشاهدين العزاء بالتأكيد عملية الصبر والصمود وعنصرات أساسيا في التربية الحزبية للمقاتلين لهم يتربون ويعدون أعدادا قاطما على أساس الصبر وعلى أساس الشهادة وعلى أساس أن النصر حليم لذلك هذه المقاتل هي معايير عقائدية معايير أعدادية تؤتي هذا المقاومة وهذا المقاتل التغوية المطلوبة في الشدائد كي يكون على قدر المسؤولية وعلى قدر المواجهة وعلى قدر التحدي وهذا اختبرته المقاومة واختبره الحزب طيلة تجربته في الصراعه المريض سواء مع الحزب الإسرائيلي أو من خلال قلوب التي إخاذها أثبت من خلالها كفاءة هذا العنصر كفاءة هذا المقاتل كفاءة الميدان الذي يشغله المقاومون والمقاتلون نحن الآن أمام جودة من هذه الجوات حتى الآن إسرائيل متفوقة في وسائل التدمير التي تبلغها بالتأكيد والتي لا تتوفر لحزب الله كي يكون مدمرا كما إسرائيل مدمرا لأنها تملق الجو سلاحة جو سلاحة جو الآن أن يملق السلاة بالتأكيد له تأثيرات أقوى على الأرض لذلك هناك سياسة تتبعها الإسرائيلية سياسة الأرض المحروقة هي تحرق الضائية واخترقة الجنوب وما زالت تلمح فيه أحراقا وبالتالي تحرق البقاء وتضرب أهداف كأساسية كبيرة فيه في كثير من المناطق البنانية لأسباب متعددة منها هو التحضير إلى ما قالت عنه نوع من الاحتلال الجزئي لجنوب لبنان كمقدمة برأيي إلى إذا ما تتمكنت من الدخول إلى دخول أكبر وأوسع هناك من يقول إلى حدود الليطاني وهناك من يقول إلى حدود الأولي فإذا نحن هنا مشروع إسرائيلي لقدم لبنان جزءا فجزءا نتيجة السعي وراء قطع نفوس حزب الله كما هو معلن من قبل نتنياهو شخصيا ومن قبل القيادة العسكرية التي قررت بصريحة العبارة أنها لم تقف عند عدود تأمين وتوفير الأمن لسكان الشمال فقط بل أنها سوف تقطع دابر حزب الله ونفوس حزب الله في لبنان وهذا خدمة لمقالنا حدود نتنياهو نحن أمام تغيير موازين الطوى في منطقة الشرق الأوسط بمعنى تغيير موازين الطوى أنها تقليص أضافر إيران في منطقة الشرق الأوسط لأنها تعتمد في قوتها ونفوزها على هؤلاء الخلفاء وخاصة حركة حماس والمقاومة في لبنان فإذا نحن أمام سيناريو أمريكي تنفزه إسرائيل بحزابيره وهو إعادة بناء نفوز منطقة الشرق الأوسط وفق ضوازين قوى مختلة لصالح إيران وبالتالي تؤطي الأولوية لإسرائيل ولحلفاء أمريكا في المنطقة لذلك ثمت سكوت هائل وسكون ينتظر ولكن في هذا السياق أستاذ علي في هذا السياق كان هناك تصريح لفت لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق يعرف وكان يقول فيه بأن إيران وحزب الله لا يملكان هذه الترسان التي تستطيع هزيمة إسرائيل يعني إسرائيل تمتلك الأسلحة السيبرانية وتمتلك الأسلحة كذلك الجوية والبرية وكل هذه المنظومات من الأسلحة المتطورة جدا وقال بأن إسرائيل فعلا قد قضت على جزء كبير من أسلحة حزب الله هل باعتقادك بأن إسرائيل تلجأ إلى هذا العذر لكي تتوسع أكثر في لبنان أم أنه بالفعل هناك ترسانة حربية تستطيع مواجهة ما تملكه إسرائيل يا صديقتي لنكن واضحة أن إسرائيل بالتأكيد يتملك قوة عسكرية هائلة نتيجة أن الغرب وحصة الولايات المتحدة بكيان وفر لها كل وسائل وإمكانياتهم هذا من جهة من جهة ثانية أن المعركة لو كانت هي مع إسرائيل لكتفى بها اللبنانيون والفلسطينيون ولكن المعركة ليست مع إسرائيل المعركة هي مع المولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي إيران هربت من هذه المعركة ونأت عنها لأنها تعلم أن هناك أربعين ألف جنب أمريكي في البحر المتواصل وهناك أساطين موجودة وقادمة وهذه الحرب هي تريد رأس إيران إيران لا تستطيع بشكل واضح إيران لا تستطيع أن تواجد هذه الأحزاء مجتمعة وهذه الدول مجتمعة لا تستطيع إيران تستطيع لو كانت المعركة فقط مع إسرائيل لكانت الحسابات مختلفة كما كنت لك لأكتفى الفلسطينيون في مواجهة الأمريكية الإسرائيل ولكن هناك قوى دولية قد لا نجد دولة لا تقفى دعم إسرائيل لذلك يهرم منها هذه الحرب التي تريدها إسرائيل والتي تقف خلفها الولايات المتحدة الأمريكية لذلك ترك المجال أمام المقاومات أي محور المقاومة كي يكون هو حاضرا لمواجهة الاحتلاءات الإسرائيلية وإيران تدعم هذه المقاومات سواء على الجبهة الفلسطينية أو على الجبهة اللبنانية وبالتالي تعزز من جبهات الإسناد سواء في العراق أو في اليمن أو في سوريا هذا المحور هذا إمكانياته يتعاطى وفق هذه الإمكانيات وفق هذه المواجهة مع القيام الإسرائيلي دول ما هو متاح هل فقد حزب الله كما قالت إسرائيل وكما دعت الولايات المتحدة الأمريكية نسبة عالية ما يقارب 50% من قدراته نقول بشكل واضح نعم أن هناك جزء افتقده حزب الله من جسمه ومن قوته هذا طبيعي جدا هذه الاستهدافات ليست استهدافات لبوالين حرارية أو هي لأجسام غلالية لا وجودة لا طبعا هناك استهدافات طالت بنا أستاذ علي ولكن أريد أن أسألك في ظل تصميم حزب الله على الاستمرار في هذه المعركة ما الذي نفهمه من ما قاله نائب الأمين العام لحزب الله اليوم الذي قال بأن الحزب يؤيد المسار السياسي الذي يقوم به بري بالتأكيد يعني بالتأكيد لأن هناك غلط حصل بالشارع اللبناني أهم منه أن عراجي عندما زار لبنان كمشى بحنجرة رئيس الحكومة وليس غراع نبي بري عندما دعايا إلى تطبيق في السبعة عشر سفر واحد ووقف اطلاق النار لذلك جاء الرد من حزب الله أنه بالعكس نحن نؤيد ما يقوم به الرئيس نبي بري في هذا المجال فإذا هذا نفهم قاطع من قبل حزب الله إلى أن إيران قالت زالة للذين كانوا يشككون بمجيء وبدور الإيجابي لعراجي وزير خارجية قال لهم حزب الله بالعكس نحن نؤيد هذا المهمل وهذا المطمح وهذا الدور ونشد على يد الرئيس نبي بري في هذا المجال كي ينطلق في موضوع وقف اطلاق النار ولكن يا حبيبتي لم يعد الموضوع يد لا الرئيس نبي بري ولا بيد أحد حتى بيد لا بيد إيران ولا بيد فرنسا ولا بيد الدول التي تسعى لوقف اطلاق النار القرار عند نتنياهو نتنياهو لا يريد وقفا لإطلاق النار نتنياهو يستغل الفرص الثاني حاله الذهابية هناك مشروع كما ذكرت لتصفية حزب الله هناك مشروع تصفية وبتمويل واضح من الولايات المتحدة عن أمريكية فإذا من يملك قرار السلم والحرب وقف اطلاق النار هو نتنياهو نتنياهو لا يريد وقفا لناق النار شكرا لك دهمنا الوقت أعتذر منك الأستاذ عاليس بيتي الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من بيروت